اشتركوا في القناة المنهج ومراجعة مقرر القراءات المستوى الثاني وبالله التوفيق أبدأ بأهداف الدرس الأول أولا أن يراجع الطالب سيرة الراوي قالون وهذا قالون يروي عن نافع الهدف الثاني أن يطبق الطالب الأمثلة الواردة في أصول رواية قالون الهدف الثالث أن يميز الطالب بين الأصول الواردة لقالون في هذا الدرس نبدأ على بركة الله الدرس الأول في الوحدة الأولى التعريف بالراوي قالون عن نافع رحمه الله تعالى ورحمه الله الجميع أولا نأخذ ما يتعلق بنسبه اسمه عيسى بن مينة بن وردان عيسى بن مينة بن وردان ويكنى بأبي موسى يكنى بأبي موسى ويلقب بقالون إذن قالون هو لقب له وليس اسما واسمه عيسى بن مينة وأما أهم ما يتعلق بصفاته فهو قارئ المدينة ونحويها أي بمعنى أنه من النحويين وهو ربيب نافع ما أقصد ربيب نافع؟ يعني ابن لزوجته ابن لزوجته ولازم نافعا كثيرا ولقبه بقالون لجودة قراءته لما رأى من جودة قراءته فسماه قالون ولد عيسى بن مينة سنة عشرين ومئة في أيام هشام بن عبد الملك ومن أخباره وصفاته أنه قرأ على الإمام نافع سنة خمسين ومئة في أيام منصور وقرأ عليه غير مرة ولما سئل كم قرأت عن نافع قال ما لا أحصيه كثرة إلا أني جالسته بعد الفراغ عشرين سنة وأما نافع فقد تلقى القراءة عن سبعين ويتتابعين منه أبو جعفر وشيبة ابن النصاح ومسلم ابن جندب ويزيد ابن رومان ومحمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري وعبد الرحمن ابن هرمز العرج يقول عن نفسه قالون قال لنافع كم تقرأ علي يعني إلى متى وأن تقرأ علي يعني من كثرة ما قرأ علي قال إلى متى وأن تقرأ علي أجلس إلى سطوانة طبعا سطوانة مثل عمود فكان في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الأعمدة يسمونها سطوانة قال أجلس هناك وأنا أرسل إليك هذا يدل على كثرة منعزماته لشيخه وأنه قرأ عليه كثيرا قال أبو محمد البغدادي أصيب في آخر حياته بالصمم الصمم معنى أنه لا يسمع الصوت العالي لكنه إذا قرأ عليه القرآن فإنه يسمعه وهذا من بركة القرآن ومن صلاح هذا الرجل وكان يقرأ القراء ويفهم خطأهم ولحنهم بالشفة يعني بمعنى بتحرك الشفتي ويردهم إلى الصواب وهذا من توفيق الله عز وجل روى القراءة عنه أناس كثيرون سردهم واحدا واحدا ما أبو الجزية رحمه الله تعالى في كتاب له اسمه غاية النهاية في طبقات القراء غاية النهاية منهم ولداه أحمد وإبراهيم وأحمد بن يزيد الحلواني توفي رحمه الله تعالى قالون سنة عشرين ومئتين في عهد الخليفة المأمون طيب أين تنتشر هذه الرواية في العالم الإسلامي؟ أين تنتشر هذه الرواية في العالم الإسلامي؟ تنتشر رواية قالون في ليبيا وتونس وأجزاء من الجزائر وإذلك غالب الشمال الأفريقي يقرأون بهذه الرواية وطبعا طبعت في هذه الرواية كمصحف في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف مدينة من وراء طيب مصطلاحات الضبط في مصحف المدينة لرواية القارون تختلف علامات الضبط المصحف تبعا لاختلاف القراءة ومنهج المستخدم من هذه العلامات أولا الدارة أو المجوفة الدائرة المجوفة هذه توضع فوق أحد الحروف العلة الثلاثة المزيدة اللي هو الواو أو اليا أو الألف وهذا يتدل على أن هذا الحرف زائد لاحظوا كلمة آمنوا ولاحظوا كلمة يتلو ننحظ على أن الألف التي في آمنوا والألف التي في يتلو عليها هذه الدارة تدلوا على أن هذا الحرف مزيد في الرسم وإذا وضعت فوق الحرف فيدلوا أيضا على سكونه إذا لم يشدد ما بعده مثل من خير لاحظوا أيضا هذه الدائرة تدلوا عليه وهذا إذن عرفنا أن هذه العلامة لأمرين اثنين للحرف المزيد وإذا وضعت أيضا فوق الحرف من غير حروف العلة فإنه يدل على سكونه أيضا إذا لم يشدد ما بعده طيب ثانيا الميم القائمة هذه الصغيرة بدأ الحركة الثانية من المنون أو فوق النون الساكنة بدل السكون مع عدم تشديد الباء يدل على قلب التنوين أو النون ميمن هكذا عليم بذات الصدور عليم بذات الصدور هذا يسمى قلب يسمى قلب طيب طيب العلامة الثالثة العلامة الضبط لاحظوا معي تركيب الحركتين يعني مقصود بالتركيب أي أن تتركب فوق بعضهما لاحظوا الضمة فوق الضمة والفتحة فوق الفتحة والكسرة تحتها كسرة هذا يتسمى تركيب ماذا يدل على ذلك إذا وضعت يدل على إظهار التنوين سميع عليم هذا إظهار بمعنى أني أظهر التنوين عند هذا الحرف وهي حرف الإظهار طيب التتابع ما معناها أن تكون متتابعة في السطر فالضمة تليها ضمة الأولى قمنا فوقها التركيب أما فالتتابع هنا ينيها وكذا الحال في الفتحتين تكون متقدمة عليها مع تشديد التالي يدل على الإدغام يعني عندنا تشديد التالي وعندنا التتابع فهذا يدل على الإدغام يدل على الإدغام والتشديد يدل على كمال الإدغام طيب قالوا تتابعهما مع عدم التشديد يدل على الإدغام الناقص نعم كما قلت لكم أن التشديد يدل على كمال إدغام فعدم التشديد يدل على أن الإدغام مناقص طيب وهذا التتابع يدل على أمرين يدل على الإدغام ويدل على الإخفاء أم إدغام مثل رحيم ودود والإخفاء شهاب ثاقب فننظر ما بعده إن وجدنا تشديدا فهذا إدغام كامل وإن لم يجد تشديدا فإما أن يكون إخفاء وإما أن يكون إدغاما ناقصا طيب الحروف الصغيرة هي الألف والوا واليا والنون هذه تدل على أن هذه الحروف كانت متروكة في المصاحف العثمانية مع وجوب النطق بها مثل ذلك نحن ننطق بالألف لكنها غير مثبتة من حيث الكتابة لكن وجدت هذه الحروف التي هي تدل على المحذوف يلوون ألسنتهم ننطق بواوين يلوون ألسنتهم وكذلك ننجي أيضا تدل على النون طيب هذه العلامة علامة المد وهذه توضع فوق الحرف تدل على لزوم مده مدا زائدا على المد الطبيعي طيب هذه الدائرة المطموسة كبيرة تدل على ماذا؟ تدل على التسهيل مثل امنتم امنتم ارأيت ارأيت شهداء اذ جاء ام اذا الهمزة الثانية مسهلة جاء ام شهداء اذ ارأيت الهمزة الثانية امنتم هذا ما يتعلق بهذه العلامة وإن وضعت مكان الهمزة من الحركة تدل على الإبدال يعني حذفت فأصبحت مبدلة من السماء إيايا نشاء وصبناهم أبدلت وإن وضعت تحت الحرف فتدل على الإمالة ولم ترد الإمالة إلا في كلمة واحدة عند قالون هير سورة التوبة جرف هير هير ماشي وإن وضعت أمام السين من فوق فتدل على الإشمام والإشمام هنا إشمام حرف سوء بهم مخلوط إشمام مخلوط ضمة مع كسرة نلحظ هنا أن الإشمام جاء في السين ومقصود بالإشمام هنا خلط حركة بحركة أي هناك حركة الضمة وهناك حركة الكسرة لكن الضمة مقدمة وهي أقل ثم حركة الكسرة وهي الأكثر وهي متأخرة وهذا ما يسمى بإشمام الإفراز وهناك الشيوع لكن خلونا في الإفراز طيب كيف الإفراز هكذا سوي تضمون ويكون قليل ثم تذهبون إلى الكسرة سوي سوي سيئة وجوه الذين إلى آخره واضح؟ طيب هذا ما يتعلق بترجمة الإمام قالون ندخل في الدرس الثاني أصول رواية قالون عن نافع الأصل الأول لاستعاذة وهي لغة طلب الإعاذة والامتناع والاعتصام والكفاية أما استلاحا قول القارئ عند بدل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورد في لفظ الاستعاذة عدة صيغ منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذه هي الصيغة المختارة وفيها صيغة اسمها النقص أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان وهناك صيغة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فيه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه وفيه أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم وفي استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذي يهم الإنسان يكون متبعا وينظر ما ورد في السنة ويبتعد عن الإغراب في الاستعاذة هذا المختار جميع قراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لموافقته ما في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقد أشار إذا كمام الشاطبي رحمه الله تعالى بقوله إذا ما أردت الدهرة تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجل على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد يربك تنزيها فلاست مجهلا وقد ذكروا لفظ الرسولي فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبقى مجملا ما حكم الاستعاذة؟ سنة ما محلها قبل القراءة سواء في بداية السورة أو في وسطها الأصل الثاني في الدرس الثاني هو البسملة وتعريفها لغة البسملة ومصدر بسملة إذا قال بسم الله أو إذا كتبها فهي بمعنى القول ومصطلح القول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم ما أحكامها؟ قارئوا عند قراءته لقرآن الكريم إما أن يقرأ من أول السورة أو وسطها إذا قرأ من أول السورة سواء في الفاتحة أو في بقية السورة عدى سواءة براءة فإنه يأتي بها لابد أن يأتي بها واجب لأنه لا خلافة عند القراءة بالنسبة للفاتحة في أول الفاتحة بل بعضهم عدها آية من الفاتحة كما في مصاحف الكوفيين ومصاحف المكيين وأما بقية السور فلا بد منها لقول الشاطب رحمه الله تعالى ولا بد منها في ذلك سورة وأما أواصط السور ففي سورة التوبة على قولين منهم من قال أنها لا تجوز وذلك تبعا لأولها ومنهم من قال بيجوز الانتفاء العلة لأن العلة في أولها جاءت بالسيف وأما في وسطها فليس هناك ثمة سيف فيجوز أن يؤتى بالبسملة وأما باقي سور القراءة فيها وجهان الإتيان بالبسملة وترك البسملة لقول الشاطب رحمه الله تعالى سواها وفي الأجزاء خير من تلا ماذا قال إمام الشاطب رحمه الله تعالى عن مذهب قالون في البسملة وبسملة بين السورتين بسنة ألبى هنا إشارة إلى قالون أبج بسنة طيب ما أوجه الاستعاذ مع البسملة؟ فيها أربعة أوجه الوجه الأول الوقف مع الاستعاذة الوقف على الاستعاذة مع التنفس من مقرأة البسملة والوقف عليها مع التنفس من مقرأة أول السورة بمعنى وقف الجميع هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا الوجه الأول الوجه الثاني الوقف على الاستعاذة مع التنفس ثم قرأة بسملة وأول السورة في نفس واحد هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الوجه الثالث الوجه الثالث وصل الاستعاذة بالبسملة ثم الوقف عليها مع التنفس ثم قرأة أول السورة هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الوجه الرابع وصل الاستعاذة بسملة مع أول السورة أي وصل الجميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هكذا أرجو التطبيق على هذه الأوجه طيب ننتقل بعد ذلك إلى ميم الجمع وهو الدرس الثالث ما المقصود بميم الجمع مرة معكم هي الميمة الزائدة هدى ألا على جمع المذكرين عليكم أنتم إلى آخره طيب ما الفرق عندنا بين في صراط الذين نعمت عليهم وبين سبح بحمد ربك حين تقوم الميم الأولى صراط الذين أنعمت عليهم لو حذفتها لما تغيرت بنية الكلمة عليه صراط الذين أنعمت عليه يعني فيه إشارة إلى مذكر أما إذا أضفتها فأصبح للمذكرين يعني جماعة وسبح بحمد ربك حين تقوم إذا حذفت الميم هنا فإن بنية الكلمة أو بنية الكلمة لا تقوم حينئذ تقو إيش معنى تقو ليس معناها ليس لها معنى طيب إذن هي الميم الزائدة الدالة على جمع المذكرين أحوال ميم الجمع وحكمها لها حالتان حالة أولى أن تقع ميم الجمع قبل متحرك أعوذ بالله مشطار رجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنذى وجعلناكم شعوبة لاحظوا جعلناكم شو بعدها متحرك ووقعت قبل متحرك أيضا خلقناكم من أيضا قبلها جاءت بعدها متحرك هذه كلها ما حكمها يجوز له وجها إما أن يصلها بواو لفظية إذا كانت حركتها مضمومة وإما أن يصلها بياي لفظية إذا كانت حركتها مكسورة فيقول مثلا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبة واضح هذا هذا المقصود بصيرة الميم الجمع الحكم الثاني أو الوجه الثاني إسكان ميم الجمع كحفص يعني إسكان الميم ما الشاهد ما الشاطمية قوله رحمه الله وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا أداء هنا من كثير لكن ليس مع عمل كثير وقالون بتخييره جلاء ما معنى بتخيير جلاء يعني له وجهان إسكان ميم الجمع وصلت ميم الجمع الحال الثاني أنتقع ميم الجمع قبل ساكن ويدخله الجنة هنا الساكن همسة الوصل في الجنة همسة الوصل فهذه لا توصل عند قالون يقول الشاطبي ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهائ كسرفة العلام طيب بهذا نكون قد انتهينا من ميم الجمع الدرس الرابع هاء الكناية ما المقصود بهاء الكناية هي الهاء الزائدة هدالة المفرد المذكر الغائب مثال ذلك أمره سمعه قلبه هذه كلها هاء المفرد المذكر الغائب وتتصل هي بالأسماء والأفعال والحروف لاحظ معي له هذا التصلت بالحرف تقول صاحبه هنا اتصلت بالاسم يحاوره هنا اتصلت بالفعل فإذا عندنا يحاوره فعل عندنا صاحبه اسم عندنا له هذا حرف نعم أحوال هاء الكنانة وحكمها الحال الأولى أن يكون قبلها متحرك وبعدها ساكن مثل بيده الملك الحال الثانية أن تقع بين الساكنين فيه القرآن الياء ساكنة والهمسة الوصل ساكنة الحال الثالثة أن يكون قبلها ساكن وبعدها متحرك فيه هدى الياء ساكنة والهاء متحركة ما حكمها بالحال الثلاث عدم الصلة ما المقصود بعدم الصلة أي لا نشبعها نقول هكذا بيده الملك فيه القرآن فيه هدى طيب الحالة الرابعة أن تقع بين حرفين متحركين مثل إنه كان قبلها متحرك وبعدها متحرك والله عنده أجر عظيم أيضا قبلها متحرك وبعدها متحرك هذا ما يتعلق بهذه الحالة لكن هناك أمر إن وقع بعدها همز فحينئذ يكون المد وهو من قبيل المد المنفصل مثال ذلك عنده أجر عظيم وقع بعدها همزة قطع وقع بعدها همزة قطع فيكون حينئذ المد من قبيل المد المنفصل الشاهد عند الشاطبية يقول الشاطبية رحمه الله تعالى ولم يصلها مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك والكل يوصل وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهان معه حفص أخو ولا طيب هل هناك مستثنيات القالون فيها أكناية نعم لها مستثنيات يستثني قالون بعض هذه الهاءات في أرويها بدون صلة يؤده إليك حقه أن يقول يؤده إليك على اعتبار أصله لكن هنا يستثنيها فلا يصلها يقول يؤده إليك أيضا نؤته يقول نؤته منها نوله ونصله أيضا من غير صلة يقول نوله ما تولى ونصله جهنم أرجو تطبقوا معي ويتقه فأولئك أيضا لا يصلها فألقه إليهم فألقه إليهم فألقه إليهم أيضا يرضه لكم قالوا أرجه وأخاه يأته مؤمنا المثال الثامن وهذا المثال له وجه آخر وهو الصلة يأته مؤمنا يأته مؤمنا هذا الصلة وما عدم الصلة يأته مؤمنا هنا بهذا يكون قد انتهينا بحمد الله تعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفرنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يثبت العلم في صدورنا وأقرد عوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نلقاكم إن شاء الله في الدرس الذي بعده لمراجعة الأصول المتبقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته